تفاؤل كبير قوبل به الاتفاق الذي توصلت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان إلا أن هذا الاتفاق واجه جملة من التهديدات قد يقود أي منها إلى انهياره في أي لحظة من عمر الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر ولعل فقدان الثقة بين طرفي الحوار يشكل أولى تلك العقبات فالمجلس العسكري تحدث صراحة أكثر من مرة عن عدم ثقته بقوى الحرية والتغيير التي تشكك هي الأخرى في نوايا المجلس العسكري وتبدي تخوفها من مخطط لديه للبقاء في السلطة والتراجع عن الاتفاق في أي لحظة على غرار ما فعله في حزيران الماضي كما أن فرضية حدوث انقلاب عسكري تبقى قائمة عند الكثيرين خصوصا مع حديث المجلس العسكري مؤخرا عن إفشاله مخططين انقلابيين ناهيك عن توتر العلاقة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري حمد حمدان دقلوح مئتي على الجانب الآخر فإن انهيار وحدة قوى الحرية والتغيير يمثل هاجسا مخيفا للقوى المدنية فالتماسك الذي تظهره تلك القوى كان نتيجة حتمية لهدف إسقاط البشير ووضع ترتيبات الحكم الانتقالي لكن المستقبل ينبئ باختبارات أكثر صعوبة منها الاتفاق على التمثيل في مؤسسات الحكم الانتقالي وإذا حدث أي انشقاق داخل الحرية والتغيير فسيكون له تأثيره الكبير على تنفيذ الاتفاق وبالتالي على مجمل ما يجري في الفترة الانتقالية بعيدا عن طرفي الاتفاق فإن وجود عشرات الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة المركزية لأسيما تلك التي أعلنت مؤخرا عزمها إجراء مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري سيكون واحدا من أكبر المهددات للفترة الانتقالية دون إغفال احتمالية الثورة المضادة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير فضلا عن المحاور الإقليمية في المنطقة التي تموج بالتجاذبات وفقا لمصلحة هذا الطرف أو ذاك بينما قد يشكل انهيار الاقتصاد المتهالك أصلا وتدهور الخدمات تهديدا حقيقيا في الفترة المقبلة التي تمثل نقطة مفصلية في تاريخ سودان المستقبل